قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصبع الخير يا مصر النهاردة نروح ليلندا تطمننا على حالة التقس وكمان تعرفنا أسعار العملات والدهب صبع الخير عليك يا ليندا صبع الخير شازلي صبع الخير هادير صبع الخير يا ريسي نقولوا فيه كتل هوائية كده هتقدروا مصر خلال الفترة اللي جاية قادمة من أوروبا أنا يعني بسمع الكلام ده معرفش هو حقيقي ولا لا طبعا كنا نتمنى حاجة زي دي في الحار اللي احنا عايشين الحقيقة يا شازلي ده سبب الانخفاض اللي بنشهده النهاردة في درجات الحرارة زي ما انت قلت في المقدمة في انخفاض بحوالي 8 درجات في القاهرة والجو الأيام اللي جاية هيكون مستقر نوعا ما مقرأة باليومين اللي فاتوا مقرأة أن الأسبوع ده الأجواء تكون رابعية شوية أفضل من يعني الأسبوع اللي فاتوا متوسط درجات الحرارة يا هادير في القاهرة هتكون ما بين 34 و35 النهاردة بتسجل 35 حمد لله تفضل صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي والسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.72 أما الشراء فسجل 18.64 اليورو البيع سجل 20.16 أما الشراء فسجل 20 جنيه و7 أروش الجنيه الاستليني البيع سجل 23.49 أما الشراء فسجل 23.39 الفرانك السويسري البيع سجل 19.19 والشراء سجل 19.10 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 18.80 والشراء سجل 2.79 الريال السعودي البيع سجل 4.99 أما الشراء فسجل 4.97 الدينار الكويتي البيع سجل 61.14 والشراء سجل 60.86 الدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و9 أروش والشراء سجل 5 جنيه و7 أروش وبالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 860 جنيه لجرام أما عيار 21 فسجل 1.003 جنيه لجرام وعيار 24 سجل 1.146 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 8.024 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين أنا صارد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد والحد القاهرة الكبرى والشمال الصعيد والجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفيه نشاط الرياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 وأعلى درجة حرارة هتكون فيه أسوان 46 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 28 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النهاردة الجوية ولكن بعد شوية